تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع أربعة ألاف ومئتي وحدة سكنية شارعت وزارة الإسكان اليوم في توزيع وحدات مشروع الرملية الإسكاني وذلك في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدة ومتبعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وصرح وزير الإسكان المهندس باسم بن عقوب الحمر لدى تفقده إجراءات التوزيع أن الوزارة تحرص خلال التوزيعات الحالية على الاستمرار في تحقيق أقصى درجات الفاعلية والالتزام التي جرت بها برنامج التوزيع في المرحلتين السابقتين والتي أثمرت بإنجازها في الإطار الزمني المحدد مشيرا إلى أن صدور توجيهات القيادة الرشيدة بشأن التوزيعات تؤكد مدى حرص الحكومة الموقرة واهتمام القيادة الرشيدة بالمشاريع الإسكانية التي تمثل أولوية في برنامج عملها نظرا لما تسهم به من تحقيق الاستقرار للأسر البحرينية وتسخير كافة الإمكانيات في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين وقال وزير الإسكان إن مشروع الرملي يعد من أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن استراتيجية بناء مشاريع مدن البحرين الجديدة حيث يشهد المشروع بناء 3520 وحدة وشقة سكنية تم تصميمها بنماذج مختلفة تلبي متطلبات واحتياجات مختلف فئات المجتمع ليستوعب ما يعادل 32 ألف نسمة بعد الانتهاء من تنفيذه بكامل مراحله وتقدر مساحة المشروع الإجمالية بمئة هكتار ويتضمن العديد من المرافق والخدمات المتنوعة كإنشاء المدارس والمساجد والخدمات المجتمعية بالإضافة إلى الحدائق والمسطحات الخضراء شرعت وزاة الإسكان اليوم والله الحامد في استقبال الدفع الأولى ضمن الـ 4200 وحدة سكنية التي تم الإعلان عن توزيعها بناء على أمر صاحب السمو الملكي وللعهد النابل الأول لريس مجلس الوزراء الموقر والذي في واقع الأمر سينتد التوزيع إلى شهر رمضان المبارك ونأمل إن شاء الله أيضا خلال هذا العام بيكون هناك دفعة إضافية من التوزيعات راح يتم الإعلان عنها في وقتها طبعا اليوم نحن جدا سعيدين بأن وصلت وزاة الإسكان لهذه المرحلة التي تعكس من دون أدنى شك أن برنامج عمل الحكومة يسير وفق البرنامج وهذه طبعا يأتي بالإضافة إلى 6200 وحدة إسكانية لتم توزيعها العام الماضي ونتأمل في واقع الأمر أن العام الحالي 2017 راح يشهد توزيع أيضا وحدات إضافية بالإضافة إلى تسليم أو استلام تدريجي للعديد من المشاريع ومنها مشية الله تعالى مدن البحرين الجديدة الحمد لله رب العالمين وأشكر القيادة الرشيدة على توجيهاتهم على الحصول على الوحدات السكنية في مشروع الراملي والحمد لله رب العالمين واليوم اكتاملت الفرحة وإن شاء الله نتمنى حق الجميع إن شاء الله طبعا أنا شكر القيادة وبالأخص ولي العهد بتوجيهاته ماء قصر وأشكر وزير الإسكان وطبعا بعد انتظار أكثر من 15 سنة وأنا من سكنة مدينة عيسي فكل الشكر لهم أعبيت أوجه شكري حق القيادة الرشيدة وحق سموية الأهد أن على توجيهاته بساعدة تنفيذ مشاريع الإسكانية والحمد لله أنا حصلت على أهلة سكنية مشروع الراملي شكرا للمشاهدة مصدرين مصدرين GO هل